عايز أوريك لقطة صغيرة قوي من فيلم اسمه إكسبالد عمله ريتشارد دوكنز وبيسألوه إزاي الحياة جت على الأرض وإزاي تكونت تعال نسمع اللقطة دي لأت صغيرة دي أدية دي ونص ونعلق عليها في رأيك ما هي احتمالية أن يكون التصميم الزكي؟ ربما إجابة على بعض المسائل الخاصة بالجينات أو التطور حسناً ربما يكون الأمر قد حدث بهذه الطريقة ربما في وقت ما في الماضي في مكان ما في الكون نشأت الحضارة ربما عن طريق وسيلة من الوسائل الدروينية ووصلت إلى مستوى عال جداً من التكنولوجيا وصممت شكل الحياة الذي نبتت منه ربما على هذا الكوكب هذا احتمال غامض وأفترض أنه من المحتمل أن تجد دليلاً على هذا إن نظرت إلى تفاصيل الكيمياء الحيوية والبيولوجية الجزئية ربما تجد توقيعاً لمصمم ما انتظر لحظة يعتقد ريتشارد دوكنز أن التصميم الزكي ربما يكون زعماً حقيقياً وهذا المصمم يمكن أن يكون كائناً ذكياً فائقاً مجهولاً لكن ذلك الزكاء الفائق نفسه يجب أن يكون قد جاء عن طريق عملية قابلة للتفسير في النهاي لا يمكن أن يكون قد قفز إلى الوجود بشكل عفوي هذا هو المهم إذن البروفيسور دوكنز لم يكن ضد التصميم الزكي بل كان فقط ضد أنواع معينة من الرغبات كالله مثلاً شفت في اللقطة دي بروفيسور دوكنز ونحترم علمه طبعاً لكن لا نتفق معاه في أراءه أن العالم جاب الصدفة فيقول له الحياة بدأت إزاي فالممكن تكون بدأت في كوكب آخر طب إزاي بدأت في الكوكب الآخر يقولك برضو بتفاعلات داروينية زي حسب النشو والارتقاء اللي هما بيعتقدوا أنه حصل على الأرض ما فيش كوكب آخر فيه ظروف المناسبة للحياة على الأرض لكن هو بيفترض أنه حصل كده وبعدين في الكوكب الآخر اتكونت أول خلية وبعدين اتنقلت على الأرض تخيل خلية مايكروسكوبية مش شايفينها بالعين المجردة بتجري في الفضاء الفسيح اللي فيه إشعاعات قاتلة هنقول إنها عاشت ده افتراض عالي قوي على فكرة عشان تدخل الغلاف الجوي مكون من أربع طبقات طبقات العليا بردة جداً عشان تدخل الخلية دي وتحتك بالغلاف الجوي وتنزل على الأرض وتعمل الحياة والنباتات والأشجار والحيوانات والإنسان ده مش كلام علمي ده رأي شخصي تمام؟ عايز أوريك في الصورة اللي قدامنا دلوقتي المجموعة الشمسية والأماكن اللي موجود فيها الكواكب اللي بتلف حولين الشمس أول واحد اسمه ميركري مفهوش غلاف جوي كافي اللي بعديه فينس سخني جداً ماينفعش تكون الحياة عليه بعد كده الأرض دي اللي هي ظروف الطبيعية والمسافة من الشمس مظبوطة والحرارة والضغط والهوى وتكوين الهوى مظبوط تيجي بعد للمريخ تلاقي طبقة صغيرة قوي من الغلاف الجوي فالكوكب الوحيد اللي مظبوطة عليه الحياة كما نعرفها هو على كوكب الأرض عايز تقولي إن ده حصل بالصدفة والزمن وقوانين طبيعة عشان كيه بقولك الإلحاد والمنطق علينا إن إحنا نمتحن كل شيء فالسؤال الأولاني هل الإلحاد بيعتمد على العلم؟ لا الإلحاد ده اختيار شخصي ده في بعض الأجزاء هو بيتضاد مع العلم التجريبي لأن زي ما قلنا مش ممكن الأمور دي كلها تحصل بالصدفة إن الأرض تبقى مظبوطة جدا مسافتها مع الشمس وإن الأمر مسافته مظبوطة مع الأرض لأن دورة الأمر حوالين الأرض مهمة جدا لأنها بتمثل المد والجزر وده اللي بيخلي المياه تتحرك غير كده كأنها تكون مستنقع فالكائنات المائية تموت فقد إيه الحكاية مظبوطة قوي بالشكل ده؟ هل دي ممكن تحصل بالصدفة والزمن وخوانين الطبيعة؟ الحقيقة يعني صعب جدا يعني الكتاب المقدس بيتكلم بشكل واضح إنه خلق الأرض للسكن بالزبط فإذا ميزها عن أي كوكب آخر إنه كوكب الأرض هو الكوكب اللي بيستوعب فيه المكونات الحية المناسبة الحية والمناسبة اللي ممكن الإنسان يعيش فيها تمام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى موسيقى